السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة مطبخة المغربية. اليوم كان أقترح لكم بروة باللوز مع للكين بلديين بدون إضافات كي يأتيوا أكثر من رائعين ديال الزمان ممكن يصيبوهم شحالهاتين. تمنى ان شاء الله ينالوا الإعجاب ديالكم وتجربوهم كي يأتيوا رائعين جدا. بالنسبة للبنات اللي خارج المغرب وما عندهم ش الورقة فغني ستعملوا الورقة ديال الفيلو كذلك الورقة الآسيوية كي يأتيوا أكثر من رائعين كيف مما ك تشوفوا. إذا عجبكم الفيديو كيف ديما بنساونيج باللايك وبارتاج وبسم الله على بركة الله. هنا عندي نصف كيلو ديال اللوز اللي قشرته للا قبل وغسلته مزيان ومن بعد كنديره على شي زيف وكنخليه كينشوف للا كاملة. بالنسبة لللوز ضروري نشوف مزيان باش البريوات كي يصبروا معكم واحد المدة طويلة. عندي كاس ديال السكر ما يعادل 100 و50 جرام. كان طحنوا اللوز على دفوعات بالنسبة لي عندها الماكينة صغيرة فقط طحن شوية بشوية حتى كتكمل. كان دير نصف الكيم ديال السكر. وغادي نديرو تطحنوا مزيان. كيف ما كتشوفو غادي تشوفو القوام ديرو كيف يكون. يعني كنحس به انه تتعلي لك مزيان. هذا هو القوام اللي كنحصلو عليه. سوف ندير كيمية الثانية وحتى كنكمل. هنا كيف ما تشوفو القوام ديرو كي الرابحة لا تشكي لاني كنحس بي انه تتعلي لك او لا تطحن مزيان. هنا كنزيل المسكرة الحرة. نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة حيوانية هذه المكونات التي سنستعملها نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة كبيرة جدا نضيف ملعقة كبير لتغيير بسبب ت GNU بالنسبة لما كان لديك اللوز يتلقى الزيت فتبقى تزيد الماء الزهر حتى توقف الزيت كان من النوع اللوز لأنه يتلقى الزيت بثاف فهو ليس مشكلة تزيده غير الماء الزهر حتى يتفاهم لا يتلقى الزيت نهائيا و يرجع معلق سوف يتلقى لك حتى ترجع العقدة بحال هذا الشكل يشعر بحال المسكة و يرجع ترتبها بثافة و في نفس الوقت أمالكا سوف ندرها بعض الوقت من 18 حتى ال 21 غرام و يبقى لكم الاختيار طبيعة الحال لا يريدون البريوات صغار فقدروا ال 15 حتى ال 17 غرام إلا بقتهم كبار كديروا حتى ال 21 غرام فكيف ما كتشوفوا هنا غاد ندرهم حتى ال 21 غرام باش يجو عامر وكيجو كبار نكورو العقدة دينا كاملة باش نسهل علينا الخدمة بالنسبة لمبتديئات باش تسهلوا لكم الخدمة فكنكوروها كاملة و نحطها جانبا سفي كنكورها و نحاول ناخد العبار انا في الصراحة عندي العبار في دينا غي كنا نوريكم في الميزان انا اخدوا العبار ديال الكورات باش يجيو قد قد مهمتم مع عينكم ميزانكم سفي من بعد بعد ما كورناهم سنخليهم جانبا كنكورو 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 كالذي خفيفة كنكورو ك خصوصاً في المعسلات لا تبانش نهائياً سوف ترى الفرق في الخدمة سوف نرى الهادي الفلو ونرى الاخرى سوف ترى لا تدهنها نهائياً سوف ندهنها مباشرة ونطويها بشكل البريوة كما ترى الطريقة العادية إلا تهرس معكم أو تقطعت لا تخافوش غير زيروا يديكم إذا ترجع للدخل سوف نجمعها بشوية أبيض البيض في الساكة السوداء المميزات هذه الورقة في الساكة السوداء سوف نحاول تكيوه مع الجناب لتعطيناها تشكل متلت نقوم بقرب نقوم بقرب ونحاول نقوم بالجنب للجنب وفي نفس الوقت نقوم بالجنب لتبقى في الساكة السوداء في حال ثلاث قطعت لا تشكل متأكد نقوم بالجنب ونجمعها نقوم بالجنب من الأحسن نقوم بإضافة بيضرة نقوم بإضافة نقوم بإضافة نقوم بإضافة نقوم بإضافة نقوم بإضافة من الأطراف ، لكن فإسافة اسمت لورقة قيد الت Rouge سوف ندهن الزيت ندهن الزيت ندهن الزيت ندهن الزيت ندهن الزيت هناك طويلة طويلة الحال نكمل نضهل بشوية البيض ونقضها نحاول ان تكيوم على الجنب نضيفها 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 نستمرها نقرب لكم بالنسبة للمبتدئات لأول مرة نضيفها نضيفها ونضيفها لتسجيل الجنب لا تبقى خاوية نضيفها دعم دمقل ؟ نضيفها 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 تطيب نحرق خ Past نفاعد ندوره باش هكي يطيبون بجنب كاملين ما كتبقى جهة خضراء وجهة طيبة بزاف كنحاول مقلبوهم من بعد كنديروهم في العسل وكنخليوهم يشربوه لما كنبغي ونحطوه المقلة الثانية عاد كنحيدوهم من العسل تقريبا واحد عشر ديال دقايق حتى الربع ساعة المهم حتى تبغيو تحيدو ليرهم في المقلة مهمة الطريقة راح كل شي كيعرفها طريقة التعسل والقلي راح تبارك الله كل شي كيعرفها وكل شي كيعرف يدير البريوات صافيا من بعد كنحيدوه ما كنخليوهم مشي تحمروا بزاف لان العقدة دلوز دخل غادي تتغير اللون ديالها فكتخليوهم ياخدوه هاد اللون هادا دهبي زوين وفي نفس الوقت راكات كل عافية مهيلة باش الورقة كالطيب خصوصا لادرتوا الورقة تحشينوه فراكاته اخد طياب وقديرو لها العافية مهيلة باش كالطيب زيان دخل اما هادي ديال فيلو في الساعة كالطيب من بعد كنخليوهم كيبردو شوية وكتزينوه بطريقة اللي بغيتو انا ديالهم شوية ديال الزنجلة مع الجناب ممكن ترشع لهم ديال زنجلة من الفوق وممكن تديروهم شوية ديال لوز افلي هذا كيبقى الاختيار ديالكم والضغط ديالكم صافيا كنخليوهم يبردو مزيان وكنديروهم في الباطات وكنن نحتفظو بهم غيف تلاجة بلا متديروهم في كونجلاتورا كيبقاهم مزيانين هذه اللي درت معاكم بالورقة ديال الشينوه كيف ما كتشوفوا وره كتبا الورقة الدخل اما اللي درت بالفيلور انا وريتها لكم في بداية الفيديو اتمنى ان شاء الله هنا لول اعجاب ديالكم وتجربوهم شكرا لكم على المتابعة انطلقوا ان شاء الله فيديو قادم خليت ليكم الخير السلام عليكم اشتركوا في القناة